أما هلأ فأنا موجودة أيضا بركن خاص للسيدات لحتى أن نتعرف أيضا على بعض المهن والحرف اللي بتقوم فيها السيدة السورية وأيضا هي مشاريع مهمة استطاعت من خلال الأمانة السورية للتنمية وأيضا سوريا للحرف أنه يتقدم هذا الشيء للسيدات سعى الصباح كيفيني أتعرف عليكي هلأ مثل ما واضح حضرتك حرفية بالرسم على الزجاج خلينا تعرف شوي أدي صلك بهذه المهنة وكيف تعلمتها هلأ أنا قلي بالمهنة 15 سنة تعلمتها كهواية أول شيء وبعدين لقيت أنه الرسم على الزجاج يعني حرفة كتير حلوة وتعطي رونق كتير للإزاز وصابرت فيها مشيت فيها أكيد يعني هذا الشيء هو مشروع فقط بس أنه كهواية ولا لا هو مشروع قدرتي من خلاله أنه تقدمي شيء وتأنجزي شيء أيضا ببيتك وأسرتك طبعا هلأ هنا صاروا الاتنين بواحد يعني منه كهواية ومنه كانت عندي مشروع عمل أني صرت أشتغل من وراك أكيد هي حرفة يعني سورية مشهورة جدا حرفة الرسم على الزجاج بنقدر نشوف حتى من الألوان يعني تستخدمي وحتى الخامة نفسها اللي موجودة يمكن عم نعرض كنا خلال الحلقة كتير من المشاهد لشغل حضرتك بدي إليك يعطيك العافية ونتقل أيضا لحضرتك يسعد أوقاتك أهلا وسهلا تعرف فيك أمان يا ستي أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نتعرف حضرتك عم تشتغلي كروشي كروشي تعرفيني أمت بلشتي بالكروشي بداية تعلمت من والدي بعدين بالسانوية الفنية وبعدين زوجت وضلت فترة يعني منقطع عن الشغل بعدين جيت على الأمانة سورية وصرت أشتغل دائما يعني هون يعني مشروع للمرأة اليوم قد مهم كل إمرأة يكون عندها مشروع تشتغل فيه مهما كان يعني أنت كملت دراسة وبعدها زوجتي ولكن ضليت يعني تشتغلي لأنني بحبها المهنة ويعني حبيت أني تابع فيها وحبيت أني طور حالي فيها يعني مو بس أنه ضلت على على المبادئ يعني الخطة من الأساس أو بالسانوية كمان هي كانت يعني معلومات قليلة كانت شوي لأن ما فيها ممارسة ما فيها دغري بالسانوية فبعدين طلعت واجت على الأمانة السورية وبتابعت فيها يعني اليوم في كتير سيدات مثل ما نحنا شايفين عم يشتغلوا نحنا عم نحاول ونحنا عم نعمل معهم هيك لقاءات أنه نعرض شوي من شغلهم هلا هذا فينا نقول شال عم تعملي هلا شال يعني عم نشوف مشغولات يدوية متعددة كمان هون السيدات من بداية الصباح رح أعطيك المايك يساعد صباحك أعطيك المايك تفضلي تفضلي تعرفيني بحضرتك أنا زهرية هندي وبشتغلهم بالأمانة السورية ست بيت أهلا وسهلا فيك أعطيك العافية الله يعلم تشتغلي خلينا أعم اشتغل جاكيت بطن هذا جاكيت نسوان هلا يمكن الشغل بشكل عام إن كان الكروشي أو الصنارة هو شي ضمنتوا راسنا يعني حضرتك تعلمتي سابقا من زمان من زمان أنا اشتغلت يعني هيك اشتغل كتب البيت بس وقت كبر ولادي عاد أجيت لهن اشتغل يعني رجعتي طورتي مرة تاني هذا الشي هي المعرفة أو خلينا نقول الشي التراثي رجعتي طورتي من جديد طورته هون بالشغل يعني طورت أكتر وتعلمت أكتر وأنتج يعني فيه أكتر كمان نعم يعني بدي أتشكرك يعطيك العافية كمان عم تتعرف على السيدات يسعد صباحي يسعد صباحي كهلا خلينا كمان حضرتك من عم نشتغل شي هيك صوف يمكن ما هون عنا الصوف هون كمان شهر شغل سيداتنا هون وفيه المفرش كمان مفرش الطاولة كمان يعني فينا يعني اليوم نحنا عم نتعرف على نتفضلي عم نتعرف على منتجات هي مو بس من تراث بلدنا عم بدخلو لها شي جديد إن كان بالتصميم نطور الحرفة اللي نحنا نشتغل فيها منتابع نحنا شو الموضة وشو الألوان لدرجة ونشتغل عليه تماما هذا المشروع اليوم قديش يمكن تغيرت حياتك بعد ما دخلت بهيك مشروع وصار فينا نقول الحرفة أو الشي اللي انتي بتعرفيه مكان بالفطرة كثير من سيداتنا بيعرفوا هذا الشغل اي طبعا أنا هلا أول ما بلشت اشتغل كمان كنت اشتغل ضمن البيت بس أنا من نوقتي انت مات للسورية للحرفة حسيت حالي انه انتقلت نقلة نوعية بحياتي صارة فأنا طورت حالي فيها أكتر حتى صارت بالنسبة إلي حكي حرفة أنا بكتير بحبة طورت حالي فيها يعطيك العافية الله يقويكي يعني اليوم هيك نحنا بهذا الركن فيني أقول تفضلي سعد أوقاتك تعرف عليكي رزان الراعي أهلا وسهلا أنا مدرسة فنون نسوية وبالإضافة بشتغل بالحرف اليدوية أنا مدرسة بمعهد الفنون مهنة كتير بحبة من نوقتي ما كنت طفلة تعلمتها وظلت عم مطور حالي لحتى يعني أتقدم فيها ونشكر الله أنا هلأ هون حاسب كتير يعني فخر أني أنا عم بشتغل هالمهنة هاي بس لا أني بحبة طيب خلينا نحكي اليوم قد هاي المهنة كمان أثرت عليكي بالبيت اليوم ما عدتي بس عم تشتغلي مثل ما بعض كتير من السيدات نعرف أنه كانوا يشتغلوا بهي المهنة لي مثل ما بيقولوا يا عب وقت أنه مساء عنده وقت فراغ ولكن أنت لأ عم تشتغلي بشي اليوم عم تتقدم هاي الحرف بأماكن عم تنعرض هي جزء من تراث بلدنا وعم بتكون يمكن بكتير من الأوقات السياح لما بيجوا على سوريا بيشتروا قطع من هاي القطع هي سفيرة للتراث السوري وأيضا الحرف السورية للسيدة أكيد هلأ أنا بدوري كمدرسة عم حاول إنقل هاي المهنة لطلابي فكل شي عندي مهارات كل شي عندي خبرات عم بنقلها لطلابي عم علم عم فيدون عم حاول إنه يستفيدوا من هاي المهنة كمان عم علمون إنه هاي المهنة مثلا إذا ما صح لهم شغل فبيقدروا يشتغلوا بالبيت يقنجوا يكونوا منتجهم أيوة تمام إنه كماديا كمان إنه فيهم إنه يحققوا ذاتهم إنه يصرفوا على حالهم أكيد أكيد بدي أتشكرك شكرا إليك شكرا إليك شكرا لكل السيدات يعطيكم العالم